من الآخر حدودت الداخلية تاني بأكد عليها إيانا إيانا وضرب الداخلية إيانا تاني وضرب الداخلية انتقد زي ما انت عايز يعني حدد أي ضابط أو أي أمين شرطة أو أي مسؤول في الداخلية أدرك أو أصابك أو يعني أذاك حدد ما تيجي تكلمني ما تقوليش الشرطة قللي الضابط فلاني لفلاني عمل كذا حددلي قللي الضابط ده يبقى فيه جزء من العقاب حيروح للضابط ده حيروح لقابين الشرطة ده حيروح لي كذا زي ما تيجي تقولي وحد في الإعلام قال لفظه مش حلو يبقى حددلي قللي ما تقولش الإعلام المصري زي الكلام بتاع مبارح ما تقول الإعلام المصري واطي هذا تعبير لا يليق إن أنا أقول كلمة واطي على الإعلام المصري أو حتى جزء من الإعلام المصري واطي لا يجوز إن أنا أقول ده أنا أعترض على فكرة كلمة واطي لكن مش معنى كده إنه أقول للدكتور سامي عبد العزيز يا دكتور سامي اللفظ اللي أنت قلت ده ده كاد لا أبدا لا أبدا نختلف مع بعض هو وجهة نظر الكلمة دي لأ مقننة ولا أصل كذا كذا ولا وجهة نظر ده ما يتقلش على وسلطها بختلف مع أستاذي أو أستاذنا أو أستاذ الأسدسة الدكتور سامي عبد العزيز لكن مش معنى إن أنا ده مختلافة معي بقى فيه بقى فيه بحرم الدم بقى وفيه التهمة بقى وفيه عقاب وفيه ترصد وفيه بقى حاجة في دماغي وفيه لا ليه يعني نختلف نختلف في هذا الإطار فخلي بالكم الداخلية لأنه فيه كلام بيتصرب دلوقتي بيتدحلب كده لضرب الداخلية من تحت لا زي ما احنا يعني احنا نموذج من البرامج اللي بقى فيه ش ضاب أمبارع كنا بننتقد السلوب الإدارة لإسم العجوزة ولا غبارع على ذلك احنا ننتقد وراح النهاردة المواطن حمزة مش اسمه حمزة برضه يا شباب راح النهاردة وقابل حد فيه العجوزة وقاعد معاهم ومعرفش إيه اللي حصل يعني بس فيه فيه تطور بيحصل فعلا مش عايزين نبقى متأزمين خدوا حريتكو في النقد خدوا حريتكو فيه الرصد لكن إلا التطاول واحد اتنين التخريب أو التدمير اتنين الشرطة دي مش بتعمل الضابط مش بيعمل لنفسه بس لا يعمل لنفسه البلد فخلي بالنا من المسألة دي بصورة أساسية إلا ضرب الداخلية بالطريقة إلا البعض عايز يضرب بها الداخلية ترجمة نانسي قنقر